الصحافة الإسرائيلية ونبدأ بأهم العنوين سلاح روسي في قطاع غزة هكذا أبلغ الرئيس الإسرائيلي بوتين ننتقل المتابعين الكرام عن تفكير حركة حماس خلال المرحلة القادمة فيما تعلق بالمواجهة مع الكيان جديد خطاب إسرائيل كيف يخاطبون الفلسطينيين احذروا الصحافة الإسرائيلية ثم ننتقل المتابعين الكرام عن قصف إسرائيلي للاقنيطرة من المستهدف في عملية القصف على الحدود السورية الإسرائيلية وننتقل المتابعين الكرام للحديث عن إيران وروسيا كيف يؤثران في المشهد الإسرائيلي نبدأ بالحدود الفلسطينية المحتلة والحديث الإسرائيلي عن استهداف برج لحزب الله في الأراضي السورية قصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة لقنيطرة واستهدف برجا للمراقبة على الحدود الفلسطينية السورية الاستهداف تابعين الكرام يأتي في ظل إحماء العلاقة ما بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله واستهداف مركز لنشاط حزب الله في سوريا الاحتلال يعتبر بأن حزب الله يقوم بتمتين قوة له في منطقة الشريط الحدودي ويقدر الاحتلال الإسرائيلي بأن هذا السيعي السعي يأتي في ظل تطوير أداء حزب الله في المنطقة الحدودية مع الكيان في حال تطور الأوضاع إلى مواجهة مع المقاومة اللبنانية الاحتلال يقدر بأن الاشتباكية الكلامية ما بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي على ما تعلق بالغاز ما زالت قائمة لكن أيضا الأمريكان يحاولون رسم العلاقة تحت عنوان الغاز ما بين لبنان وما بين الكيان على قاعدة النفعية المتمدلة ما بين الكيان وما بين لبنان الرؤية الأمريكية تقول تعالوا لنبني استراتيجية لاستخراج الغاز من يربح هو الجانبين اللبناني والإسرائيلي تعالوا لنعيد الاعتبار لسلام تحت عنوان قبعة الغاز مع لبنان ونعطي لكل من الجانبين العائد من الاستثمار الذي يتم في بطن البحر المنصات منصات استخراج الغاز تطمح إسرائيل أن تمتد في مسألة الاستخراج إلى عمق المياه اللبنانية وتطمح أيضا بتطوير حقول الغاز في تلك المنطقة باعتبارها استثمارا كبيرا يمكن أن يدر على الكيان أموال طائلة ماذا فعل الإسرائيلي للوصول إلى ربحية عالية من بطن الماء الفلسطينية اعتمد على خاصيتين ترتيب العلاقة مع لبنان ليضمن منصات آمنية من غير صواريخ والبعد الآخر هو اتفاقيات مع مصر لتمريل الغاز الفلسطيني من بطن المياه العربية للأسف إلى مصر تشتري مصر الغاز ثم تنقل عبر أنابيبها الغاز إلى مناطق مختلفة في أوروبا الاحتلال يطمح أن يكون العرب بوابة للغاز الذي يخرج من بطن الأراضي الفلسطينية ثم يباع للعربي وبذلك يربح الاحتلال جانبين الخبل للعرب والغاز للإسرائيليين ننتقل متابعين الكرام عن الانتخابات الداخلية الإسرائيلية ومما يخشى الاحتلال الإسرائيلي وحدات خاصة إسرائيلية تتعلق بضبط إيقاع المعلومات الواردة للمجتمع الإسرائيلي خشية من شبكات إيرانية روسية تؤثر على الناخب الإسرائيلي في الانتخابات السابقة قال الاحتلال الإسرائيلي بأن عشرات الصفحات الوهمية نشطت في داخل الكيان لتعكير صفو المجتمع الإسرائيلي في مسألة الاختيار بين كوسين ظهرت ما يعرف بصفحات الوهمية التي دعت إلى تظاهرات فيما تعلق بالجانب الاقتصادي فساد نتنيا هو غيره الآن الاحتلال ومنظومة الأمن الإسرائيلية تقول بأن هناك حسابات وهمية عديدة تنشط الآن للتأثير على رأي الإسرائيليين في مسألة الانتخابات ماذا يفعلون في الكيان؟ بدوره على الاحسابات من كوسين الوهمية والتي مصادرها إما أوروبا أو إيران أو غيرها لبنان وغيرها ويقولون بأن هذا النشاط من كوسين يهدف إلى عدم تدخل إيران في معطيات النتائج التي يمكن أن تثري ويقولون بأن حركة حماس أيضا في قطاع غزة تلعب دورا مهما في اختراق المنظومة الذهنية للاحتلال الإسرائيلي من خلال ما يعرف بالصفحات الوهمية التي تركز على جوانب وأهمها الموضوع المتعلق بتبادل الأسراء ننتقل متابعين الكرام للمسيرة التي خرجت لأهالي أسراء لدى المقاومة الفلسطينية باتجاه قطاع غزة موجة انتقادية كبيرة من أهالي هدار شاول وغيرهم من أهالي الأسراء لدى المقاومة الفلسطينية الذين اتهموا الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بعدم العمل الجدي من أجل إطلاق صلاحهم ويتهمون الجيش بالكذب عليهم والاستخبارات العسكرية بالكذب عليهم كله بيكذب على أهالي الأسراء لكن في المقابل المسيرة وصلت إلى حدود قطاع غزة وطالبوا بالإفراج عن أبنائهم شقيقة هدار كانت قد حذرت بأنها قد تذهب إلى قطاع غزة لمشاهدة شقيقية أو جثمان وطالبت أن يكون هناك جدية عملية للوصول إلى تبادل الأسراء لكن كما كتبت صحيفة هارتس هذول لعبوا في الوقت الضائع عندما أزف وقت حكومة الاحتلال والانتخابات على الأبواب وراجع نتنياهو وعلى ما يبدو بأن اقطاعات الوقت غير مفيدة حتى الساعة على الرغم من ذلك هذا هو أثر نتاج ما أفرجت عنه المقاومة الفلسطينية من حديث عن أشرطة جعلت أهالي الأسراء لدى المقاومة الفلسطينية يتحركون للمرة بجدية وأستطيع القول خلال متابعة هذا الملف بأن فيزياء التحرك في الفترة الأخيرة كان هو الأعلى من بين حركة أهالي الجنود المطالبة بالإفراج عنهم ننتقل المتابعين الكرام عن تفكير حركة حماس كيف تفكر حركة حماس في قطاع غزة هكذا كتب لأورليفي قال عن حركة حماس بأنها تفكر على ما يبدو باختطاف جنود إسرائيليين على حدود قطاع غزة أو تنفيذ عملية تتعلق بالإفراج عن أسرى فلسطينيين القيام بعملية نوعية من شأنها أن تفضي إلى أس جنود لدى المقاومة الفلسطينية وعند الحديث عن المكاسب والاقتصادي وما تعلق بالوضع في قطاع غزة قال باختصار حماس عندما تأتي الفرصة لا تأبه بتفاصيل الحالة وإنما تذهب لاقتناص صيد قد يعزز رؤيتها لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي ننتقل المتابعين الكرام عن سلاح يدخل قطاع غزة من روسيا يأتي كما قال رئيس دولة الاحتلال في اتصال مع بوتن بأن سلاح غير رسمي يتسلل من روسيا إلى مصر إلى غزة ويدخل قطاع غزة عن نوع السلاح وكمية السلاح ومنهجية التهريب حتى الساعة لا نستطيع معرفة ذلك غير أن هناك تأكيد على محاولة الفصائل في قطاع غزة إلى تقوية الترسانة العسكرية لديها لمواجهة الاحتلال نختم متابعين الكرام بالخطاب الجديد الذي يوجه من قبل الإعلاميين الإسرائيليين للمجتمع الفلسطيني ينشط في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أفخي أدروعي بالإضافة إلى الناطق باسم الجيش والناطق باسم وزارة الخجرية الإسرائيلية وأيضا صحفيين إسرائيليين لمواجهة الخطاب للفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية للحديث عن ما يعرف بالهم بين قوسين الوكسة التي يعيشها الفلسطينيين بالجانب الاقتصادي عن تسبب الدمار كما يقولون في الواقع الفلسطيني الخطاب المبني على معلومة موجهة من الاحتلال الإسرائيلي والتي تهدف إلى تعزيز مكنة قوة الاحتلال على الأرض هذا الاحتلال الذي يستخدم الإعلام ويستخدم الأخبار المصربة ويستخدم بعض المعلومات التي تهدف إلى ضرب بنية المجتمع الفلسطيني وثقة بعمل الداخلي أيضا بفصائل الفلسطينية وبفصائل المقاومة الفلسطينية أخيرا متابعين الكرام لا بد من الإشارة بأن الإعلام داخل الكائن موجه والرسالة هي خلق حالة من التباينات في الأراء والتوجهات المتعلقة بثقة المقاومة بالمقاومة الفلسطينية لا تصدق كل مترجم ولا تتبع كل متحدث هناك حقيقة تقول بأن هذا الشعب فطن يعرف خير شعبه ويعرف مصائب عدوه دمتم إلى لقاء جديد يتجدد كل يوم مع مساحة من الترجمة للأخبار الإسرائيلية الواردة في العنوين والصحف الإسرائيلية على أن نلقاكم بود دمتم وإلى لقاء